السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناتكم قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم مجددا وأتمنى أن تكونوا دائما في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله سأشارك معكم وصفات فعالة هي لتصفية الوجه وأيضا تبيضه وكذلك إزالة جميع البقع وآثار الحبوب التي تترك كما نعلم بقع داكنا على الوجه إن شاء الله وصفات اليوم مجربة وتعطي نتائج سحرية فهي تقوم بتعويض يعني المكياج بشكل كبير وكريمات الأسس لأنها ستعمل كما قلت لكم على تنقية البشرة وتبيضها وتزيل كذلك الخطوط وتجعيد الرقيقة كما أنها سوف تزيد من توهج وإشراقة الوجه إذن بالنسبة لأول وصفة حبيباتي سنحتاج فيها إلى مكون طبيعي متوفر في كل بيت بالنسبة لأول مكون هنا سنحتاج إلى عصير الخيار عصير الخيار حبيباتي رائع جدا مفتح للون البشرة يبيض لون الوجه ويوحده كما أنه يعتبر علاج ناجح للتجعيد والخطوط الدقيقة وكذلك معالج لجفاف البشرة هو ممتاز لحل كل مشاكل البشرة ويزيل كذلك التجعيد والبقع الدكنة سنحتاج هنا تقريبا إلى كمية من عصير الخيار بطبيعة الحال تأخذون كمية من الخيار تقومون ببشره في مبشرة تكون ناعمة ثم تقومون بتصفيته حتى تتحصلون على عصير الخيار كذلك سنحتاج هنا إلى الشوفان أو ما يسمى بالخرطال الشوفان مبيض وفي نفس الوقت هو يعمل على تقشير البشرة لأنه يحتوي على مضادات أكتدا ومواد تمنع أيضا من ظهور علامات التقدم بالسن مثل التجعيد، الخطوط الرفيعة والدقيقة ضعوا كذلك هذه الوصفة تحت العينين لمن تعاني من إسودات تحت العينين أي هالات سوداء وضعت هنا تقريبا مقدار ملعقتين ثغيرتين ممتلئتين من مطحون الشوفان أو الخرطال وسأقوم بالخلط جيدا حتى نتحصل سأقوم هنا بإضافة مطحون الشوفان إلى غاية ما نتحصل على القوام الذي نريده وسأقوم بالتحريك بطبيعة الحال نخلط جيدا بالنسبة لهذه الوصفة حبيبات رائعة وممتازة جربوها وسوف تلاحظون نتائج رائعة وصفة هي تصلح لكل أنواع البشرة نخلط جيدا هي وصفة اليوم تلائم كل أنواع البشرة وتعالج حروق الشمس كما تخلصكم من التصبغات الداكنة والبقعة البنية مثل النمش كما تلاحظون حصلنا على شكل كريمة بعدها سنضيف لها مكون ثالث وهو زيت لوز حلو يمكن هنا إذا كنتم لا تتوفرون على زيت لوز حلو عوضوه كذلك بزيت جوز الهند كذلك لأنها كلها مكونات مبيضة وضعت هنا تقريبا مقدار ملعقة صغيرة دوات البشرة التي تكون دهنية جدا استخدموا بدل زيت لوز الحلو عصير البرتقال أو عصير الليمون الحامض نخلط جيدا بعدها مباشرة تقومون بغسل بشرتكم بطبيعة الحال ثم تبدأون بتوزيع هذه الوصفة أو هذا الماسك الذي سيعمل على تبيض بشرتكم وزعوه دائما بداية من الأسفل بداية من بشرة الرقبة إلى كامل بشرة الوجه ضعوه كذلك حتى على منطقة تحت العينين هو ماسك ومبيض يعني ماسك مقشر ومبيض في نفس الوقت لأن هنا كما قلت لكم الشوفان سيعمل على تقشير البشرة وأيضا تبيضها وتنقيتها كما تراحضون وزعت أنا هنا على اليدين أنتم قموا بتوزيع هذا الماسك على بشرة الوجه الرقبة كذلك اليدين القدمين إذا كان لديكم إسوداد ناتج عن التعرض لأشعة الشمس إلى غير ذلك اتركوه تقريبا مدة نصف ساعة إلى غاية ما يجف بعدها قموا بغسله بالماء الفاتر ثم بعدها بالماء البارد هذا بالنسبة للوصفة الأولى سنمر الآن إلى التعرف على الوصفة الثانية وكذلك هي مبيضة بامتياز وعلى طريقة تحضيرها بالنسبة للوصفة الموالية أو الثانية سنحتاج فيها إلى النسكفي أو القهوة سريعة الدوبان كأول مكون يمكنكم هنا استخدام أي نوع متوفر لديكم سنحتاج لها لأنها تعمل على تفتيح البشرة وتمنحها النظارة والإشراقة تقلل أيضا من انتفاخ الوجه أي تحت العينين إذا كان لديكم انتفاخ تحت العينين سأضيف هنا تقريبا ما يعادل مقدار ملعقة صغيرة ممتلئة من القهوة سريعة الدوبان استخدموا أنتم أي نوع هو متوفر لديكم كذلك هي القهوة تقشر الوجه وتشده وتمنع ظهور علامات الإرهاق والتعب وتبيض وتفتح المناطق والبقعة الدكنة على البشرة تزيد أيضا من انتاج مادة الكولاجين والإلاستين في البشرة وبهذا تقلل أيضا من ظهور التجاعد في البشرة كذلك سنحتاج هنا إلى مطحون الشوفان أو مطحون الخرطال الشوفان كما قلت لكم في أول الفيديو هو يعمل كمقشر يزيل الجلد الميت يرتب الوجه بشكل جيد ويزيل الأوساخ والشوائب على البشرة سأضيف هنا تقريبا ما يعادل مقدار ملعقة كبيرة ممتلئة من مطحون الشوفان يزيل كذلك الشوائب العالقة أو الأوساخ التي تكون بالمسامات في الوجه هو يعتبر عنصر مبيض للبشرة يقشرها بطريقة طبيعية وآمنة يعمل كذلك على تخلصكم من الرؤوس السوداء وكذلك الرؤوس البيضاء إذا كنتم تعانون منها كثالث مكون سنضيف هنا ألا وهو الحليب السائل الكامل الدسم هنا الحليب ضروري أن يكون كامل الدسم لأنه يعمل كمبيض طبيعي الآن سوف نقوم بإضافة الحليب تدريجيا هكذا إلى غاية ونقوم بالخلط جيدا حتى نتحصل بطبيعة الحال على القوام الذي نريده نحرك جيدا نحاول أن نخلط وندمج العناصر مع بعضها البعض هكذا بالنسبة لوصفة اليوم حبيبات رائعة ومبيضة نخلط جيدا حتى تدوب أو يدوب لنا تدوب حبيبات النسكافي بطبيعة الحال بالنسبة لوصفات اليوم حبيباتي اختاروا منها دائما فهي تناسب كل أنواع البشرة فقط أنتم اختاروا حسب المكونات المتوفرة لديكم في البيت إذن بعدما حصلنا على خليط أو قوام بهذا الشكل بطبيعة الحال دائما على بشرة تكون نظيفة سنوزع دائما هذا الماسك ونركز دائما على المناطق التي بها بقع داكنة مثل بشرة الوجه التي تكون بها أحيانا بقع داكنة ناتجة ثواء عن التعرض لأشعة الشمس أو الإهمال لأن دائما إهمال البشرة يؤدي إلى إسوداتها وظهور تصبغات بها كما تلاحظون نوزع دائما هذا الماسك على بشرة الوجه وكذلك الرقبة ضعوه كذلك حتى على منطقة تحت العينين وسنتركه بطبيعة الحال مدة نصف ساعة إلى غاية ما تتشربه البشرة بعدها ستقومون بطبيعة الحال بغسل الماسك بماء انفاتر ثم بالماء البارد وفي الأخير دقروري من ترطيب البشرة سواء خذوا زيت جوز الهند أو زيت لوز حلو أي نوع زيت متوفر لديكم وقموا بتمريره على كامل بشرة الوجه والرقبة إذن حبيباتي بالنسبة لي وصفة اليوم اعتمدوا عليها بشكل يومي إذا تبقى لديكم منها استخدموها أو ضعوها في التلاجة لليوم الموالي أتمنى دائما أن أكون عند حسن ظنكم طبعا إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء إلى هنا وصلنا لمهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء